اشتركوا في القناة في حلقة هذا اليوم مشاهدة الله الدكتور فهد القريني بوحمد مسكرة بخير وحياك معنا آله أخوي علي الله حييك وحييك وحيا السادة المشاهدين وزملاك في البرنامج نبدأ وياكم نحاول استدرك كل لحظة من لحظات البرنامج أعزائي المشاهدين نبدأ وياكم إذن حلقتنا كما جرت العادة بالصفحة الأولى هي صادرة من صحيفة النادي ونقرأ منها المانشتات التالية المحكمة ترفض خروج الهاكر والإعلامي من الحبس بدأت بمشاجرة وانتهت بتورتا سامي يبدأ ومشوار التصحيح بالشباب أعضاء أحد تاجر يهايط على حسابنا ومن صحيفة الرياضية العراقيون وصلوا والعابد جاهز لعبوا والشباب يرفضون التمارين عبد الرحمن بن مساعد والشعر والمطر ليلة مذهلة من صحيفة النادي خطاب مسرب لقضية سوزا يعيد خلط الأوراق قانوني الاتحاد ضحية أفسد صفقة الأهلويون الاتحاد عزة طالت وشمخت والتذاكر الإلكترونية نهايتها مناقصة حكوم الله مرة أخرى أعزائي المشاهدين معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم الصحافة وجدد الدعوة لمشاركتنا على هاشتاق البرنامج عالم أندروسكور الصحافة كما وجدد الترحيب بضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور فهد القريني نبدأ وياكم بعنويننا الرئيسية والعنوان الرئيسي الأول صادر من صحيفة المدينة تحت عنوان احتفالية بالأخضر في المطار ومارفك يفتح صفحة العراق اليوم الهولندي كفى اللاعبين برحلة أمس وكيال إصابة العابد لا تدعو للقلب حرر الخبر الزبيل أسامة البريكان وذكر في تفاصيله أنه منح المدير الفني المنتخب الوطني الأول سيد بيت مارفك لاعبي الأخضر راحة عن الحصة التدريبية المسائية أمس الجمعة وأتاح لهم الفرصة للخروج من المعسكر والالتقاء بأسرهم قبل أن يعاودوا الانتظام مجددا بالمعسكر يوم أمس وكانت بعثة المنتخب قد وصلت صباح أمس الجمعة لمطار ملك عبدالعيز الدولي بجدة استعداد الانتظام في المعسكر الإعدادي استعداد المواجهة المقبلة أمام منتخب العراق الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأسوية المواهلة لكاس العالم 2018 وكان في استقبال بعثة الأخضر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ حمد الصنيع ومسؤول الخطوط الجوية السعودية التي احتفلت بالمنتخب في الصالة الخاصة من جهاته طمأن المشرف العام على المنتخب السعودي الأستاذ طاري كيال الجماهير بشأن إصابة اللاعب نواف العابد قائلا إنها لا تدعو للقلق وقال كيال لدى وصول بعثة المنتخب أن التشخيص المبدأي لإصابة العابد لا يدعو للقلق ولكنه سيجري المزيد من الأشعة الطبية خلال المعسكر لتحديد حالة إصابته بدقة أبو حمد دعونا نبدأ معك بآخر ما انتهيت منه في قراءة الخبر اللاعب نواف العابد نحن قبل الهواء كنا نتكلم عن لعبة السوبرستار وتأثيرهم صحيح هل هو مثل ما كان تأثير لعبتنا سابقا خصوصا للإشاركة وبالمنديال 94 ولا لا نواف العابد قرأت شوي من تأثيرها الإيجابي في التصفيات الحالية ووضع المنتخبنا المريح في المجموعة يقول لك ساهم 50% من النتائج الإيجابية لمنتخبنا سجل أربعة هداف وصنع هدفين هل لا سمح الله لو ما شارك في بقية المشاركات خصوصا للإعراق رح نخسر نواف العابد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا أنا يمكن أنا وياك قبل الهواء كنا نتحدث عن هذا الموضوع ولكن قبل ما أبدأ في هذا الموضوع أبارك للجمعين السعودية حصول المنتخب السعودي على نقاط تايلند أعتقد أنها كانت نقاط مهمة جدا على الأقل في الاستمرار في المنافسة على التأهل إلى إن شاء الله كأس العالم نواف العابد لا يشك أحد أن اللاعب من اللاعبين المهمين جدا في المنتخب السعودي بل أنه قد يكون أبرز لاعب في المنتخب السعودي في الوقت الحالي ودل على ذلك الأرقام اللي ذكرتها ما شوي يعني سجل أربع أهداف وصلنا أيضا هدفين ولكن المنتخب السعودي أعتقد عنده أيضا البديل الجاهز اللي ممكن أيضا يحل محل العابد ويقدم مثل ما يقدم نواف العابد صحيح أن النواف مثل ما ذكرنا لاعب مهم ولكن أيضا المنتخب السعودي لا توقف على لاعب واحد وأعتقد أيضا حتى الطريقة للاعبها الآن المنتخب السعودي لا ترتكز على لاعب واحد وهذه أعتقد أن أحد الإجابات التي جاءت مع مارفك يعني الفريق لعب كمجموعة وليس كلاعب تلعب معها المجموعة يعني فيه منتخبات تجد أنه لاعب تلعب معها المجموعة وفيه منتخبات هي مجموعة من اللاعبين تلعب كمنظومة واحدة وتحقق النتائج ولذلك أنا أقول المنتخب السعودي يلعب كمجموعة وليس كلاعب تلعب حوله مجموعة جميل كان فيه حديث لرئيس التحاد السعودي كرة القادمة أستاذ عادل عزت مع صحيفة الرياضية ذكر فيه أكثر من نقطة نحن 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 نجي عليها نقطة نقطة تكلم عن مباراة العراق القادمة وأهميتها وخصوصا في ملعبنا شوف كل مباراة في القادمة نعتقد أن لها ميتها يعني كل مباراة سواء مباراة العراق أو مباراة التي تتليها ولكن حتى نصل إلى المباراة الأخرى يجب أن نعطي الاهتمام الآن لمباراة المنتخب العراقي لأن أي تعطل سواء بالتعادل أو الخسارة لا قدر الله هذه ستعطل المنتخب السعودي وتقلل من حضوره في التأخد قد توصله إلى المركز الثالث يعني نحن نقول الآن المنتخب الإماراتي تقيباً أعتقد أنه بشكل كبير جداً ابتعد عن المنافسة على المركز الثلاثة الأولى ولكن المنتخب السعودي يفترض أنه يتأهل مباشرة لأنك أنت عندما تتأهل كملعق أيضاً ستواجه مشاكل أخرى لذلك أي خسارة للنقطة من النقاط القادمة قد تؤدي بك إلى المركز الثالث وهذا المركز الثالث أيضاً سيشبب لك إشكاليات في الفترة القادمة فأي نقطة ومن أهمها هي النقاط المنتخب العراقي لأنك أيضاً حتى في حصولك على نقاط المنتخب العراقي تضغط على المنافسة الآخرين المنتخب الياباني والمنتخب الاسترالي استمرارية في الصدارة هذه أيضاً تعطيك دفع معنوية كبيرة جداً في المباريات المتبقية فمباريات المنتخب العراقي أعتقد أنها أيضاً مهمة جداً وحصول على النقاط الثلاثة أعتقد أنها أيضاً مهمة وهي أعتقد المفتاح للتآخر إن شاء الله إلى كاس العالم شلونك سبا خصوصاً إذا ما حاولت تشحذ الجماهير لحضورهم نحن نقول كما تعود منهم جماهير جدة لكن كيف يكون تأثيرهم إيجابي جوى الملعب لا بد يكون في تفاعل يعني لما تجي الملعب لا بد يكون هناك تفاعل في الجماهير يعني أنت أيضاً لما تحضر الملعب وتكون صامت تأثيرك هيكون محدود جداً لما تحضر الملعب وتقلبها إلى طرب وسعد صدل أيضاً هيكون تأثيرك محدود لكن لما يكون هناك حماس داخل المدرجات أعتقد هذا بيساهم بشكل كبير جداً أول شيء في تحفيز اللاعب المنتخب السعودي والحاجة الثانية أيضاً تضغط على اللاعب العراقي وتضغط أيضاً حتى على الحكام المباريات فبالتالي حضور الجماهير في مبارات العراق مهم جداً حضورهم الإيجابي مهم جداً ولذلك ندعو من خلال برنامجكم ونكون متفاعل بشكل كبير جداً دائماً جماهير جدة تكون حاضرة فلذلك توجيه الدعوة لهم هي بجرد تحفيز ولكن متأكد أن إن شاء الله الجماهير السعودية في جدة ستحصل إن شاء الله بشكل كبير جداً وسيكون تفاعله إيجابي في المبارات وإن شاء الله سنبارك لأنفسنا إن شاء الله في يوم الثلاثاء الجاد القادم بحصول المتقب السعودي على ثلاث مقاطع نحن نزيد على العدد الجماهيري الكثيف في جماهير جدة خطوصاً في استدى الجوهرة لتوفر كافة الإمكانيات للحضور الجيد لكن السؤال المهم هنا الآن جمهور جدة هل نطلق عليه جمهور رعب يساهم مثل ما تفضلت الضغط على الحكام الضغط على لعب الفريق المنافس والضغط على لعيبته كذلك عشان يأدون أفضل مستوى هل هم مرعبين؟ تحفيز اللعب السعودي تحفيز اللعب السعودي مهم جداً مبارات القادمة وإحنا تعودنا من اللعب السعودي عندما يلعبون في جدة يحضر بشكل كبير جداً يعني شوفنا كل المبارات اللي قيمت في جدة كان تأثير الجماهير واضح على لعب المتقب السعودي واضح أيضاً حتى على الفريق المنافس تجد مثلاً مباراتنا أمام المتقب الإماراتي على ملعب الجوهرة كان المنتقب السعودي متعادل في الشوطة الأول في الشوطة الثانية ضغط الجماهيري والتحفيز اللي حصل على المنتقب السعودي أدى إلى ارتفاع مستويات المستوى المتقب السعودي وأيضاً ضغط على المنتقب الإماراتي عندما سجل الهدف الأول انهار المنتقب الإماراتي تماماً وسجل المنتقب السعودي هدفين آخرين أيضاً في مباراتنا مع السرالي كان تأثير الجمهور كبير جداً في حصول على نقطة من المتخب الإسرائيلي القوي على ملعب الجوهرة كل هذه المعطيات نعتقد أنها بإذن الله في المبارات العراق ستكون حاضرة وسيكون إن شاء الله الدعم الجماهري بإذن الله قوي ومحفز وأعتقد أن إن شاء الله المتخب السعودية سيتجاوز بإذن الله في مشاهدة الله تعالى وقت ما نقول الدكتور العزيزي المشاهدين الكرام أن المبارات العراق القادمة مهمة لأننا مثل ما عرفين باقي العراق و باقي استراليا و باقي الإمارات و باقي اليابان العراق واليابان هذه ستكون عندنا في جدة أستراليا والإمارات ستكون في ملعبنا العراق نحن نحتاجين 20 نقطة من أصل بقية النقاط الآن معنا 13 نقطة إذا فزنا مع العراق سيكون معنا 16 يبقى لنا خمس نقاط من أمام أستراليا الإمارات واليابان نستطيع أن نحص على خمس نقاط رض النظر عن بقية المتخفض يمكن أن الأقوام تكون صحيحة لكن أيضاً تراد يعتمل شكل أساسي على نتائج الفرق الأخرى قد يتعثر الفرق الأخرى هذا besides رض النظر عنهم قد تتأهل بـ 19 نقطة قد تتأهل بـ 20 نقطة قد لا تتأهل بـ 21 نقطة ولكن قد أيضاً تتأهل بـ 20 نقطة هذا كل يعتمد شكل أساسي على المباريات الفرق الأخرى المنافذة المتخب العراقي المتخب اللي الباني ومتخب الأسترائي بشكل أساسي أبيبو حمد الآن إذا قلنا العراق إن شاء الله ضمناه واخذها 16 نقطة نبي خمس نقاط من أمام أستراليا والإمارات واليابان نقدر ناخذهم ولا نبي خمس أنا أريد أن أخذ 9 كلها خلونا واقعيين قدروا مستطاع شوف كل نقطة تكون صعبة جداً كل حصول على ثلاث نقاط تكون صعبة جداً لكن أيضاً ثقتنا في لاعبين منتخب السعودي ومسؤولي عن المتخب السعودي أنا أعتقد أنها هي المحفز لنا بالحصول على العدد من نقطي اللي ممكن أحلنا إن شاء الله مباشرة أيضاً حتى لا ندخل في عملية مثل ما قلت لكم العرق نحن نسعى إن نتاهل مباشرة سواء من المركز الأول أو المركز الثاني المتخب الياباني الآن هنوياه ماشي مع بعض ونبني بنلعب في أرضهم لا نحن نلعب مع اليابان في أرضنا في الدمام أعتقد أنها في الدمام فلذلك اليابان أيضاً يعني ما شيء معنا في نفس الاتجاه اليابان برياتها المتبقية هتكون أكثرها على ملعبها وسترالة أيضاً ستكون مبارياتها على ملعبها يعني في الغالب ستكون ملعبها فمسألة أنهم سيحصلوا على نقاط نعتقد أنها واردة يعني أنهم سيحصلوا على نقاط المباريات القادمة فلذلك لا على المنتخب السعودي أن يحصل على كل نقطة في المباريات القادمة يسعى إلى الكسب وليس للتعادل يعني مبارات العراق مهمة لما ذكرنا الحصول على نقاط سيصيد رصيدك إلى 16 نقطة ستقترب كثيراً من التأخل إلى المنديان خسارة نقطة أو خسارة ثلاث نقطة هذه ستدخل لك الحسابات معقدة كثيراً وبتنتظر نتائج الفرق الأخضاء فنقول مبارات العراق الآن نركز على مبارات العراق نحصل على ثلاث نقطة وبعدها نفكر في المبارات المتبقية وهذا نفس الحديث اللي ذكرها الرئيس التحاد السعودي الأستاذ عدل عزت وفي خضم كذلك بقية حديث تكلم عن طبيعة علاقة الحالية الآن ما بينه وبين الأستاذ طارق كيال نعم أنت كتنبؤاتك أعلامي مخضرم في المجال الإعلام هل تتصور أنه في شيء الآن ما بين الرئيس التحاد السعودي وبين طارق كيال اللي كان له بعد الله سبحانه وتعالى جهد يذكر فيشكر ولا أدل إلا أنه النتائج الإيجابية من وقت انضمامه للمنتخب السعودي نحن نقول كأعلاميين ربما في شيء ولذلك نحاول نوصل الصوت بحيث أنه تعاد الأمور إلى مجرها الصحيح ولا أدل من ذلك إلا أنه تم استبعاد صارق كيال من دكة المدرب خلينا نقولك عالي كلام اللي قلته أنا أعتقد أنه صحيح طارق كيال أحد الأسباب الرئيسية في الحصول على النتائج الممتازة ولكن ليس هو الوحيد يعني هناك مجموعة عمل منظومة عمل لاعبية جهاز إداري جهاز طبي جهاز فني مسؤولين آخرين كلهم كان لهم دور كبير جدا في النتائج اللي تحققت لما أنسب الفضل إلى شخص واحد معناتك أنك تقلل من الآخرين ولكن أيضا لا أنكر جهود الرجل يعني الرجل أيضا كان له تأثيره الإيجابي في مسيرة المنتخب في فترة الماضية فلما نتكلم في هذه القضية يجب الآن في الوقت الحاضر أن نتوقف تماما أنت الآن أمامك مبارات مهمة جدا القضايا الجانبية والهامشية هذه قد تؤثر على المنتخب ولذلك أن نقول تأجيل الحديث عن مثل هذه القضايا في الإعلام السعودي أعتقد مهم جدا في الوقت الحالي نركز بشكل أساسي على مبارات العراق نترك كل القضايا الجانبية نقف جميعا خلف المنتخب السعودي حتى على الأقل تنتهي مبارات العراق بعدها لكل حادث حديث ممكن تطرح مثل هذه الأمور في الإعلام بعد ما تنتهي مبارات العراق لأن بيننا وبين المبارات الأخرى اللي بعد مبارات العراق أعتقد في حدود ثلاثة شهور فبالتالي خلال هذه الفترة كل الأشياء ممكن تقيم ويعاد النظر في كثير من الأمور بما يحقق مصلحة المنتخب السعودي ولكن أنا أعتقد الحديث في الوقت الحاضر عن قضايا هامشية ستؤثر بشكل سلبي أكثر مما تؤثر بشكل إيجابي وجوده على دكة البودلة أو في المنصة لا يقلل من جهود الرجل ولكن أيضا لا تعطيها الحجم الكبير أو الاهتمال الكبير حتى لا تؤثر سلبا على مسيرة المنتخب في المبارات العراق هو نفس كاما كذا بالضبط لكن بعبارات أخرى ذكرنا أستاذ عادل عزيز قال أنه نحاول قدر مستطاع نبعد اللاعبين عن الإعلام السلبي إذا كان ما هناك في بعض الإعلام يقولك يخوض في بعض الموضع السلبية لكن ليش تم إثارة موضوع السلطة ركيال الآن الجميع يتحدث عن دور السلطة ركيال لدور الصاحب السمو والمرحوم الأمير فيصل بن فهد نحن عندنا لعيبة يتأثرون بالجانب النفسي ولا نقدر ننكر شيء هذا في جوانب كثيرة في أداءهم فنقول حضور طاركيال على الدكة هذه بعض الجوانب اللي تخفى على مارفك جوانب النفسية فلذلك هو يؤدي الدور مثل ما تفضلتك قبل شوية التكاملي مع الدور الفني أستاذ مارفك وليش تم الحديث عنه الآن لأنه نقول باقي مباريات مهمة باقي معتركات مهمة نبغى يأدي طاركيال دوره حتى على الدكة شوف أول شيء معلومة ذكرتها المقارنة بين الأمير فيصل ومفاد الله يرحمه وعاد طاركيال أعتقد فيها شيء من المبالغة الكبيرة جدا يعني نحن نعرف الأمير فيصل يمكن هو باني الرياضة رياضة كرة القدم الحديثة في الملوكة بل الرياضة في الملوكة العربية السعودية لا هو من جانب النفسي مع اللاعبين فقط لما قارن بين الأمير كقامه الله يرحمه وكأنجازات وكعمل لا أعتقد أن فيه شخص في الوقت الحاضر يمكن مقارنته بأمير فيصل أو هو نفسه أنا سمعت له حديث إعلامي البارح يعني هو يقول لك سواء وجدت على الدكة أو خارج الدكة كلها واحدة يعني دوري سيكون هو نفس الدور فبالتالي لا نعطيه الأمور أكثر من حجمها حتى لا نؤثر على مسيرة المنتقب وجوده الآن خارج الدكة أو بعيد عن الدكة لا أعتقد أنه يلغي دوره يعني هناك لها دور أدوار خارج قبل المبارات بعد المبارات أثناء المبارات بين الشوطين كل هذه الأشياء ممكن يقوم فيها بدوره وجوده على الدكة قد يكون يعني من الجانب النفسي ممكن يعني يعطيه مثلا يعني بعض الأشياء أمور نفسية ولكن نحن نشوف نبارات تايلند كان الرجل موجود على خارج الدكة والمنتخب السعودي فاز يعني فبالتالي هذا يلغي مقولة أن الرجل لما يكون موجود على الدكة ممكن يحفز الناس جميل ممكن يعطيه يعني دفع معنوي اللاعبين فأنا أقول يعني مدام المدرب أو دارة المنتخب اتخذت هذا القرار يجب أن نحترم هذا القرار وننسى هذه الأمور الهامشية معاك الأخضر حتى تنتهي مورات العرب إن شاء الله أن أمور هامشية مثل ما تفضلت إن شاء الله أن تبقى أمور هامشية وحن معاك الأخضر في كل القرارات التي أخذتوها وخصوصا أنه إلى الآن ماشي إن شاء الله صح وإن شاء الله يستمر صح وإن شاء الله نحتفل جميعا بأتاهن المنبيل على هاشتاق البرنامج العزاء المشاهدين الكرام مشاري العتيبي يقول اسأل ضيفك ذكرت صحب ترياضي اليوم أن العيبة الشباب رفضوا التدريبات حتى استلام رواتبهم متأخرة ما صح ذلك جيين على المحور هذا لاحقا نقيب القريات يقول هذا صحيح الفيفا قد يحرم لاعبي الاتحاد ومشاركة المنتخب هذا كذلك جيين عليه كذلك هذا السؤال فيما يتعلق محور الشباب من دكريات جيين عليه محور الشباب بهذا المناسبة سيكون معنا ربط من شيئة الله مع المتحدث الرسمي لنادي الشباب اللي الحديث أكثر حول كل ما يختص بالجوانب عن نادي الشباب أبو عبدالله الحجيلي يقول أتمنى عدم التركيز على لاعب معين من لاعب المنتخب مثل نواف العابد نواف يقول عنده سلبيات في الملعب ركزوا عليها وهي التمثيل والاحتجاج على الحكم أبو خلاد يقول نواف لا نختلف عليك لاعب مهم ولكن منتخبنا عاما لم يصل للمستوى المأمول وبإمكان منتخبنا أن يقدم أفضل ما قدم محمد الجهاني يقول لماذا هذا تشاؤم في غياب العابد إذا غاب سقر هناك سقر آخر ولنا في مباراة تايلاندا الدليل وهذا بضلطة اللي ذكر أبو حمد ضعفنا حلقة هذا اليوم دكتور فهد القريني هادي مسمى لي يقول عودة شكرا لك يقول هنيكم بفوز منتخبنا الوطني خلونا نستكمل محاورنا عزيز المشاهدين الكرام ونتقل إلى محورنا التالي وهو صادر بصحيفة الرياض تحت عنوان عادل عزة لوائح اتحاد الكرة تحتوي على الكثير من الثغرات وقد أجري الحديث مع الأستاذ عادل عزة مع صحيفة الرياض وذكر مما ذكر على أنه هناك الكثير من الثغرات في لوائح المنتخب فقد دعا رئيس الاتحاد السعودي كونتقاد مستاذ عبد العزة في أول حوار الصحفي عبر صحيفة الرياض بعد انتخابه رئيس الاتحاد خلفا لأحمد عيد دعا الجماهير السعودية بالتوافد إلى ملعب مدينة ملك عبدالله بن عبديز في محافظة جدة ثلاثاء المقبل لمساندة الأخضر في مواجهة الحاسمة مع العراق ولم يهم العادل عزة في حواره الذي تركز حول مدخب السعودي أهم قضيتين في إدراج اتحاد الكرة تخصاء الحارس محمد العويس ولعب الوسط عوض خميس وأكد أنهما منظومتان منظورتان والقانون سيقول كلمته فيهما وقال نعمل على حلحلة القضايا العالقة للأندي السعودية بالفيفا والأهم من ذلك أننا نعمل على تطوير اللوائح الخاصة بنا كونها تحتوي على الكثير من الثغرات ولدينا مشروع مع عدد من المستشارين لتجديد اللوائح وتنقيحها لتكون متوافقة مع أنظمة الفيفا وقوانين اللعبة دكتور فهد تعليقك يقول سعد عزة أنه عندنا كثير من الثغرات في اللوائحنا شوف أي نظام علي أو أي لايحة بعد التطبيق تظهر هناك بعض الثغرات وهذا الدور تحت كرة القدم يعني سد هذه الثغرات ولذلك الرجل لما ذكر هذا الكلام لا يسقط على الالتراع الناس تعتقد أنه يسقط على الاتحاد السابق بالأكس الاتحاد السابق يعني عمل عمل كبير جدا وساهم بشكل كبير جدا في وضع اللوائح هناك بعض الثغرات تظهر من خلال الممارسة ومن خلال التطبيق الدور الالتحاد الجديد هو سد هذه الثغرات وتطور هذه اللوائح وهذا ما يعمل عليه الآن الاتحاد الجديد وكما ذكر الرئيس الاتحاد فإذا ركي طبيعي أن اللوائح تتطور طبيعي أن الأنظمة تتطور تسد فيها بعض الثغرات التي تظهر شمنا كثير من القضايا قضية العويس قضية إلتون قضية سعيد المولد كل هذه الأشياء نتجت نتيجة الثغرات الموجودة في اللوائح والأنظمة فبالتالي عادة تقييم هذه اللوائح عادة تقييم هذه الأنظمة وسد الثغرات الموجودة فيها أعتقد أن هذا جزء أساسي من عمل الاتحاد هذا الاتحاد إذن عندما يضع اللوائح عندما يضع أظنبة أكيد ستظهر هناك بعض الثغرات ستظهر بعضا العيوب في هذه اللوائح وبالتالي الاتحاد الذي حياتي بعده ممكن أيضا يسد هذه الثقرات وبالتالي كل هذا العمل مستمر التطوير العملية التطويرية مستمر حتى نصل لا نقول إلى المثالية ولكن على الأقل إلى درجة كبيرة جدا بحيث أن نضمن عدالة في كرة القدم السعودية بمشاهدة الله مجمل عمل اتحاد الجديد حتى الآن كيف ترى؟ طبعا من الصعب جدا أنك تحكم على اتحاد تواه جديد يعني ما له الشهرين ولكن أنا أعتقد أنه يعمل كاستمرارية لعمل الاتحاد السابق لا زال يعمل كاستمرار لعمل الاتحاد السابق ممكن نحكم على هذا الاتحاد بعد سنة عندما يبدأ هذا الاتحاد في وضع اللوائح والأنظمة التي قال عليها الأستاذ عاد العزة والممارسات التي ستتم في فترة السابقة وقيادته لدفة كرة القدم في المملكة العربية السعودية هذه ستظهر بعد سنة ممكن نقول والله الاتحاد هذا عمل نقلة عمل تطوير وبالتالي نقول شطرا لك أو قد يستمر هذا الاتحاد يعني في تخبطات مثل ما حدثت في الاتحاد السابق وممكن أيضا يحصل عليه يعني لا قدر الله مثلا بعض الأخطاء التي قد تكون مؤثرة وبالتالي يتعرض إلى النقل وهذه ترى طبيعية العمل لا بد أن يظهر فيه أخطاء لا بد أن يظهر فيه بعض الثغرات ولذلك أنا أقول الله يعينهم عندهم عمل كبير جدا لابد من سد كثير من الثغرات التي حدثت في الفترة المغرية تمنى لهم التوفيق وخلنا نمشي شوي مع محاورنا ونتقل لمحاورنا القادم صادر من صحيثة اليوم تحت عنوان رقم قياسي فريد للسهلاوي بـ 27 هدفا وحرر الخبر الزميل علي السلمي وذكر فيه أنه ابتعد الأخضر في صدارة المجموعة الثانية في تصفيات الدور الحاسم وإلى نهايات كاس العالم وفيما يتعلق بذن اللعب الصعباوي استعاد إذن محمد السهلاوي مهاجم الأخضر الذي توجه بجازة أفضل لاعب في المباراة صدارة الهدفين بعد أن سجل هدفهم في مرمى تايلا وهو الأول له في تصفيات الدور الحاسم ليرفع رصيده إلى 15 هدفا في التصفيات الحالية وبعد هدفه الذي سجله في تصفيات 2014 رفع السهلاوي رصيده من الهدف في تصفيات كاس العالم إلى 16 هدفا وهو نفس الرقم المسجل باسم النجم الدولي السابق سامي الجابر ويقول لك المؤشرات بشكل عام اللي توحي إن شاء الله تأهن المونديال يعني تبين بوادرها من البداية الآن الرقام الجديدة اللي قاعد تسجل وعلى رأس أو على خط رأس الحربة يعني يتم تسجل رقام جديدة السهلاوي الآن سجل رقم جديد نقول إن شاء الله إحنا قاعدين نستبشي بالمونديال شبع لي بيكون جوابي غريب جدا لو سألتني هذا السؤال بعد مبارة العلاقة هل تكون إجابة مختلفة عن إجابة اليوم طبعا إحنا اليوم نفترض أن نقف كلنا خلف المنتخب ونقف كل خلف اللاعبين ولكن هنقول كلمة واحدة فقط عن هذا الموضوع الأهداف عادة بقيمتها وليس بعددها جميل يعني الأهداف إذا ما حققت لي في الأخير المنجز وصعدنا إلى نهاية كاس العالم كل هذه الأرقام لا قيمة لها فأنا أقول الأهداف بقيمتها وليس بعددها يعني أنا ممكن أن أفوز بهدف تأهل كاس العالم ممكن أن أفوز بعشرة ولا تأهل كاس العالم ممكن أن أجيب عشرين هدف وفي الأخير ما حصل أي منجز وبالتالي كل هذا الأشياء لا قيمة لها إذا في الأخير لا تحقق لي منجز فهنا تجي المقارنة تقدر تقارن بين أي شخص وشخص آخر بالإنجاز وليس باللاقام لما أجي مثلا أقال اللاعب لعب آخر أشوف أهداف اللاعب هذا هل حققت الإنجازات أو ما حققت الإنجازات هل هذا اللاعب حقق الإنجاز أو ما حقق الإنجاز بغض النظر عن عدد الأهداف ممكن تلعب مع فريق ضعيف تجيب فيه خمسة ستة أهداف فالأخير لا قيمة لهذه الأهداف بس في التصفيات هذه يا أبو حمل نحن كلامنا في التصفيات لذلك أنا ربطتها بمؤشرات فالأخير علي ما سيتحقق من هذه الأهداف إذا ستحقق في الأخير صعودنا إلى نهاية كاس العالم نقول كثر الله خير الرجل بالعكس كان لديه دور كبير جدا في الحصول أو الصعود إلى نهايات كاس العالم عندنا مبارية قادمة الرجل ممكن يكسر الرقم حتى إذا كسر هذا الرقم وإنجاز وحقق المنتخب السعودي لإنجاز والوصول إلى نهاية كاس العالم نقول خلاص هذا رقم قياسي ومنجز يعتقد أنه لا يمكر أحده وبالتالي نقول والله كثر الله خيلك محمد السهلاوي أنت وزمناك في المنتخب حققته اللهم والله المنجز وأنت حققت أيضا جالب مهم في مسيرتك الشخصية وهو الحصول على رقم ميازي في عدد الأهداف في التصفيات مناهلة لكاس العالم طيب إحنا كلامنا مستمر حول لعبة المنتخب سننتقل الآن إلى حديث عن لعب نجم آخر كذلك في المنتخب السعود وحبين أن نسمع كذلك تعليقك عنه ننتقل إلى محورنا التالي الفيفا يتغنى بابن مكة المكرمة وشبهه ببوكبة هذا الخبر صادر إذن من صحيفة مكة وذكر فيه الزملاء في مكتب الصحيفة في مكة المكرمة أنه تغنى لتحدي الدولي كرة القدم خلال تقريره الخاص بفوز المنتخب السعودي على نظير التايلندي أمس الأول بنتيجة 3-0 بالجناح الطائر سلمان المؤشر وجاء في تقريرنا انتصار المنتخب السعود على تايلندي في الجولة السادسة المباريات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا الموهل لكاس العالم 2018 بروسيا حمل الكثير من المؤشرات الإيجابية الأخضر إلا أن أهم ما حدث في المباراة التي جرت في العاصر بن كونك والظهور المتميز الجناح المولود في مكة المكرمة سلمان المؤشر الذي دخل بديلا في شوط الثاني ولعب أكثر من 20 دقيقة صالة وجالة خلالها ليسهم في الانتصار الكبير للأخضر وتطرق في فلمشوار المؤشر وقال هذا المؤشر التصاعدي يقصد سلمان مؤشر ويشبهه بالمؤشر التصاعدي أنه ما هو إلا دليل على المثابرة التي يوليها اللاعب المولود في مكة المكرمة والذي يأمل بأن يتوجه بالمشاركة في العرس العالمي العام المقبل السلمان المؤشر شوف الكلام اللي قلت عن نواف العابد وقلت عن السهلاوي حقول عن السلمان المؤشر فالأخير ما هي المحصلة النهائية اللي ما يعني حق الشخص داخل الملعب أو المساهمة اللي ساهم فيها داخل الملعب المؤشر وحنا شفناه دخل 20 دقيقة يعني من أيضا يعني من الممبكر جدا أنك تعطي اللاعب النجومية من خلال 20 دقيقة استمرارية النجم في فترات قادمة وفي مباريات قادمة هذا هو اللي ممكن تحكمه على اللاعب لكن لما يدخل لي 20 دقيقة ممكن يبدأ في هذه 20 دقيقة وحطه هو يعني خلاص اللي أفضل اللاعب في المنتخب وهو اللي تقادل منتخب إلى الفوز على تايلاند والإنجال ينسب لهذا الرجل أنا أعتقد هذا فيه ظلم كبير جدا لزملاء في الفريق أو في المنتخب وظلم حتى لللاعب نفسه لأن اللاعب أنا متأكد أن اللاعب يطمح أنه يقدم أفضل مما قدمه في مباريات تايلاند ويطمح أنه يكون أساسي يعني الآن هو لا يلعب أساسي في المنتخب هو لعب فقط 20 دقيقة فبالتالي يعني لما تجير الإنجاز إلى شخص واحد أنا أعتقد فيه ظلم كبير جدا للشخص نفسه وللمجموعة التي تلعب معها ذلك نقول المنتخب السعودي هو منتخب واحد وكل من يمثل هذا المنتخب السعودي هو نجم وهذه النجومية ستكتمل إن شاء الله يتتحقق الإنجاز المهم وهو الوصول إلى نهايات كاس العالم بمشاية الله تعالى نبين أنتقل المحور التالي لكنه هي بس ومضة بسيطة على قراتهم وهو يقول لك أي منجز سيتحقق لخطوات استباقية تستشرف منها أنه بمشاية الله رأي تحقق الآن مثل المؤشر قاعد يحقق الإنجازة الجميل على المستوى الشخصي السهلاوي كذلك كذلك العابد كل هذه المعطيات وكل هذه المنظومة اللي ثم تفضلت على قد ما نحن بنفس الوقت مستحيطين نأخذ الحيطة بحيث أنه لا يكون أي تخاذ اللي سمح الله لكن نفس الوقت ما يمنعنا أنه نحن نكون متفائلين صحيح أنا أقول لك إياه بالعكس أنا أقول يعني لما أثني على مؤسر مؤشر هذا لا يقل من جود اللاعبين الآخرين يعني نحن نشوف المنطقة السعودي لما تجي تقيم من السبع مباريات اللي راحت أو ست مباريات اللي راحت تجد المؤشر لم يلعب إليه مباراتين بالرغم أن هناك لاعبين آخرين اللي لعبه كل الست مباريات يعني اللي هنا مثلا أجي يعطي الأفضلية لشخص أو لاعب واحد وترك البقية طيب تعال الآن عمر هوساوي مثلا من بداية التصفيات يقدم مستويات متميزة صحيح المسيليم ياسر المسيليم يقدم مستويات متميزة سلمان الفرج أنا لا أريد أن أعدد يعني أقول كل لاعب المنتخب كل واحد سام حزم معاد في الفترة الماضية كان له دور كبير جدا من الصعب أني يعني أسند الفضل لشخص واحد وترك البقية صحيح المواشر لاعب مؤثر ولاعب مهم ولاعب نجم ولاعب بارز ولكن لاعب إذا ما كان له دور واضح في المنتخب وله دور في النتائج البحق في كل مسيرة المنتخب لما يجي العبلين بارات وحده وأمس بالفضل له ترى هذا ظلم له وظلم للآخرين ننتقل هذا صحيح نتمنى توفيق منشهة الله تعالى لمنظومة منتخبنا الوطني اللي مثل معبر عنها دكتور فهد القراني هو يشكل الآن منظومة ربما تقريبا هذه كرة القدم الحديثة سنتكلم عن لعب عن منظومة متكاملة وأنا قلت لك ترى في بداية الحلقة في منتخبات تلعب شكل فردي لا كمجموعة وفي منتخبات تلعب على مجهودات فردية ترتكز على لاعب مكملة لاعب زي حسب الكرة اللاتينية زي مثلا بسي في الأرجنتين كلها كرة اللاتينية لما تجي تشوف منتخب الأرجنتين المجموعة كلها ترتكز على هذا اللاعب لكن لما تجي تشوف منتخبات أخرى تقول لا تستطيع تحدد من هو النجم كلهم نجوم تقيبا والمنتخب السعودي من هذه المنتخبات كل الأمنيات مشيات الله تعالى إلى استمرار المنجزات نتقل إياكم إلى محور التالي وصادر بصحيفة الرياضية وتحت عنوان اجتماع شرافي الاتحادي أكشف ملفات قضايا الفيفا وحرر الخبر الزبيل نجيب الجداوي وذكر فيه أنه تقرر أن يعود المهندس حاتم بعشر رئيس مجلس دارة نادي الاتحادي لمحافظة جدة بعد أن وقف على جميع القضايا على ناديه لدى الاتحاد الدولي كرة القدم الفيفا إثر زيارته لمقر الاتحاد في العاصمة السويسرية زيرخ برفقة ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد سعودي كرة القدم ومهر عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادي والمستشار القانوني للنادي وتشير المصادر القريبة إلى أن بعشن سيعقد اجتماعا مع الشخصيات الاتحادية من أجل الطاعمة إطلاعهم على القضايا الشائكة التي وجدها لدى الجهات المختصة في فيفا ضد نادي ويرغب في أن يكون أعضاء الشرف على الطلاع على كل ما يتعلق بالنادي من أجل وضع الحلول المناسبة الحلول المناسب رايك إيش هي؟ والله يا علي صراحة أنا أعتقد أن الحلول الآن يعني في الوقت الحاضر الصعبة جدا يعني مع تراكم الديون الرهيب في الأندية السعودية وليس في نادي الاتحاد على الفكرة في أندية أخرى لم تظهر على الصدفة الوقت الحالي لكن ستظهر بعد فترة يعني ليس فقط نادي الاتحاد هناك مشاكل مالية في كثير من الأندية السعودية بل الأندية الجماهرية والأندية الكبيرة كلها تقريبا تعاني من مشكلة الديون لذلك أنا يعني تعلمت كثيرا مثل أن الاهتمام فقط ركز على الاتحاد وترك الأندية أخرى مثل نادي الشباب الآن نادي الشباب عنده أيضا مشاكل مالية جاينا عليه الشباب لأنه الاتحاد هو أول فريق تعرض للضربات حرم من ثلاث نقاط بس لابد نهيئة الرياضة منع الآن من التسجيل وربما سمح الله سمح الله يبيهبط ممكن الشباب بعدها يصلت على العقوبات من ذا الاتحاد جاي لذلك نقول هيئة الرياضة مثلا بالأمير عبدالله مساعد يجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية إذا وقفت مع الاتحاد يجب أن تقف مع الاندية الأخرى أنا ما أقول للشباب فقط هناك أندية أخرى عندها مشاكل مالية في الاتحاد الدولي بالتالي هيئة الرياضة مطالبة بالوقوف معك جميع الأندية وليس التركيز على نادي واحد نعم نادي الاتحاد من أندية العريقة المملكة نادي من أفضل الأندية على المستوى الآسوي بل هو يمكن أفضل نادي سعودي يحقق نجازة في الفترة الأخيرة على المستوى الآسوي النادي الاتحاد وشعبية الكبيرة لجماهية الكبيرة لمحبينا الكذب يجب على هيئة الرياضة أن تقف مع النادي الاتحاد ولكنها أيضا يجب أن تقف مع كل الأندية الأخرى حتى تكون هناك عدالة أو مساواة بين الأندية الأخرى نتمنى في الفترة القادمة على الأقل أن تنقشع هذه الغمة عن نادي الاتحاد وعن نادي السعودية الأخرى ولكن لما تسني على الحلول ونعتقد الحلول في الوقت الحالي صعبة جدا إلا إذا أخسخر الله لهذه الأندية من محبينها من يدعم هذه الأندية وينتشلها مما هي فيهم من الديون ولكن مع هذا الإجراء ومع هذا التدخل من هيطة الرياضة ومن معبيل هذه الأندية يجب أن توضع الضوابط صارمة جدا حتى لا تتكرر هذه العزمات في المستقبل لأنك إذا أنت العالجتها الآن ممكن تظهر في المستقبل إذا لم تضع الحلول لهذه المشاكل التي حددت في البدر الماضي طيب دكتور نحن نبنأخذها بشكل خطوات نبنأخذها الأهم ثم المهم صحيح الآن الأهم الآن حل هذه المشاكل هنا بالضبط نبقى الحل الآن وإش اللي ممكن يخرج الاتحاد من يخل قضية الهيئة عامة الرياضة وإش اللي ممكن بعدها تدخل لكن الاتحاد الآن إيش ممكن يسوي عشان ينجم قضية حتى التهبيط شوف أو يستدرك الاستئناف المطروح له أنا لو مكان حيث أنه يقدر بعدين يسجل في فترة تلك أنا لو مكان الاتحاد أو في مسييري الاتحاد في مسيير الاتحاد هناك حلول كثيرة جدا منها منها هو حلول على المدى القصير ومنها ما هو حلول على المدى نبي القصير على القصير لا بد من تدخل محبينا هذه الاتحاد من أعضاء الشغر لا بد من علق لضخ مبلغ مناسب هذا ممكن أنا أعتقد نعم محبي الاتحاد كثير خاصة على أبواب يا أبو وتوقع وتوقع في فترة قاتمة ستحل هذه القضايا ولكن كيف ستحل لا أعلم لكنها ستحل بإذن الله إن شاء الله ستحل سواء الاتحاد أو لنديو أخرى ولكن المجانب الأهم يا علي ماذا سنفعل حتى نتلافع مثل هذه المشاكل في المستقبل هذه هي أهم نقطة الآن الوقت الحاضر يجب أن نحل هذه الإشكاليات أنا أقول لك أنت سألتني على الحلول هذا الحل على المدى القصير يعني هذا المدى الطويل يجب أن تتعامل باحترافية دارة الاتحاد ممكن أسوق بعض اللاعبين اللي ممكن يجبون لي مبالغ على لقاء تساعدني في تسيير عمال نادي أو في حل إشكاليات بعض الاندي ممكن نبيع نجم أو نجمين ما عندي مشكلة الوقت الآن ما يسعفك للحلول بعيدة المدى هذا الكلام نبغى الحلول الآن الحلول الآن هي بيد بيد عصف ذهني نبغى حلول مثل ما تفضلت تجتمع عضاء الشرف هل ممكن تجمع الآن عضاء الشرف ويدفعوا لك أكثر من مئة مليون أتوقع ونتعارف أنه مقدم على خسخصة يعني ما عليش يبيجي مثلا يدفع فلوس يمكننا بعدين حتى يمكننا تروح أباء من ثورة أرصد هذه المبالغ لهم في الخصصة اللي في شي منها أرصد هذه المبالغ لهم في الخصصة خلها تعتبر جزء من مساهمته أو من حقوقها في نادي الاتحاد في المستقبل خلها كأنه شاري أسهم في نادي الاتحاد بهذه المبالغ ورصدها لها في المستقبل أهم شيء أنك تتخلص من المشكلة في البترة الحالية صحيح الله المستعان وإن شاء الله المستعان يعني لأنديل سعودية للأسف كلها كلها الآن بدون استثناء أنا أتكلم حتى عن لأنديل كبيرة يعني المعروفة كلها تعاني من هذه المشكلة هو علاجة خصخصة وكلها تحتاج إلى علول عاجلة وسريعة حتى لا تتعرض عندما تعرضنا ندل الاتحاد أيضا نقطة مهمة جدا طبعا الحل العاجل لا بد محمد الحل العاجل لجميع الأندية اجتماع المحبين يدفعون يتقطون هذا الحل العاجل وحيد هذا الحل اللي ممكن ولا خصخصة الخصخصة طبعا نعجل فيها نحن نعجل فيها بس أنت الآن لما تسمع تصريح الأمير عبدالله مساعد قبل يوم وثلاثة في أحد البرامج الرياضية الآن هو يقولك نحن لا نستطيع أن نخصص أندية عليها ديون لأن المستثمر لن يأتي يستثمر في نادي عليها مبالغ طائلة جدا فبالتالي عليك أول شي حل هذه الإسكاليات ثم بعد ذلك الخصصة النظر للخصصة يعني اللي نعرف الآن في الوقت الحاضر العيون مركزة على الأندية اللي عندها يعني المشاكل المالية فيها غير موجودة أو قد تكون يعني بنسبة قليلة جدا فلذلك ستجد في الفترة القريبة القادمة ممكن الاتفاق ممكن التعاون ممكن يعني الأندية اللي مع لها ديون ممكن تبدأ فيها عملية الخصصة لأن المستثمر يبغي يستثمر في نادي مع لها ديون ليه يدفع في نادي أعرف أنه بكرة يكلمني ما بالغ طائلة جدا على الأقل تسديد هذه الديون ومصير هذول للأسف للهاوي يعني لا لا ما أعتقد شوف يعني يعني قيادات هذا البلد لا أعتقد أنها يعني بيسترك هذه الأمور تذهب إلى المنحنة القطر هذا أكيد فيه حلول يعني قد تكون هذه الحلول أما تدخل حكومي أو محبين هذه الأندية يدفعوا مبالغ على الأقل حتى توقف يعني العقوبات اللي ممكن تؤدي بالاتحاد أو الشباب أو أي نادي آخر إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية ولكن في الأخير قد يكون هناك قرار استراتيجي خلي الأندية تواجه مصيرها خلي واجه مصيرها ترى أمريكا يومنا تعرضت في بداية حقبة استلام أوباما إلى مشاكل اقتصادية أعلنت إفلاس علشان تتهرب من الضرائب وتهرب من هل ممكن أندي حل قد يكون تعلن إفلاسها لما قدر أدفعها ذهري بس مش كعر عقوبات ستفرض عليها شوف شوف يعني هذا أعتقد أنه قد يكون مستبعد ولكن أحد الحلول اللي ممكن تحدث في الاستقبل إنه ممكن يقول لك خلي الأندية هذه تواجه مصيرها خليه يفلس خليه يرجع درجة يعني يبدأ من جديد أو ننشح كين آخر ندعم كين آخر غيره لا لا خليه هو يبدأ من جديد يعني نحن شوفنا في جوفانتس الإيطالي وهو من أعرق الأندية الإيطالية ومن أعرق الأندية الأوروبية نزل إلى درجة ثانية مرسيليا كذلك مرسيليا نفس الشي بارما الإيطالي تم تصفيته ممكن هذا ممكن يحدث أنت في عالم الاحتراف ممكن يترك الأندية هذه إلى مصيرها هي صدمة في البداية ستكون قوية جدا على محبيها هذه الأندية ستكون صدمة قوية جدا ولكنها يعني في الأخيرة قد تكون هي الحل الأحيد الحل الأحيد الحل الأخير إن شاء الله ما يصير لحل هذا إن شاء الله محبين هذه مثل ما تفضلتم وما يتركون أنديتهم تهفض إلى مستوات مثل هذه ننتقل إياكم إلى محورنا التالي صادر من صحيفة الجزيرة تحت علوان بالعمري واصل لغياب ووفاق سطيف يطالب لمبالغ المتبقية الخبر حرر الزميل سلطان الجل عودي وذكر فيه أنه واصل المحترف الجزائري في فريق الشباب جمال بالعمري غيابه عن الحضور إلى الرياض بعد أن أعطى أكثر من موعد الوصول في الأيام الماضية ولم تعلق الإدارة الشبابية حول هذا الغياب والتزمت الصمت بينما تلقى النادي خطابا أمس من إدارة وفاق السطيف تتطلب من خلاله سرعة سداد المستحقات المتبقية من صفقة الانتقال لعب جمال بالعمري على صعيد آخر منح المدير الفني الفريق الكروي الشباب بسام الجابر اللاعبين راحة عن تدريبات اليوم أمس على أن يستألم فريق مساء اليوم السبب تدريباته على أستاذ الأمير خالد بن سلطان بن نادي فهد قراني أسماء تعليقك والله أنت جيت على الجرح يا علي أنا من المحبي نادي الشباب من كنت صغير جدا وعاصرت الشباب وشجعت الشباب في الأفراح وفي الأتراح ومرت علينا ظروف عصيبة جدا في الفترة الماضية ولكن في الفترة الأخيرة هذه ظروف الشباب أنا أعتقد أنها ظروف صعبة جدا 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 وشوفنا يعني كثير من الأشياء اللي حدث في الفترة الماضية لاعبين يعني يعني إمتنعوا مثل الآن بالعمري في الحضور والمشاركة في التمارين لاعبين تركوا النادي مثل لعب هبرتي واللاعب الآخر لاعبين محليين أيضا انتقلوا يعني نجوم وليس اللاعبين يعني نجوم فريق الشبابي انتقلوا من نادي الشباب السبحة انفرطت في نادي الشباب وكثير من اللاعبين الآن علاوشك في مغادرة من هذه الشباب كل هذه الأشياء نتيجة للأزمة المالية اللي ضربت الشباب مثل ما ضربت الاتحاد اللي قلنا عنهم من شوي وهذه المشاكل المالية للأسف الآن لا تجد من يعطيها بال ولا يعطيها اهتمام سواء من محبي الشباب وحتى من المسؤولين في رياضة فورد القادمة من المملكة العربة السعودية الشباب محزن صراحة لكل محبي صراحة الوضع الله الآن في الشباب محزن إلى أبع درجة محبط ومحزن لكل محب شبابي مثل ما قلت قاعلي مرت علينا ضروب كثيرة جدا في فترات سابقة وواجهة شباب كثيرة من مشاكل ولكن كانت تمر وكانت تجاوزها الشباب فالفترة الحالية المشاكل زادت بشكل غير طبيعي الأمور المالية يعني في الشباب الآن تأزمت بشكل غير طبيعي الأمير خالد بن سلطان كثرة لخير في فترة ماضية كان يدعم وكان يعني هو الحلال كثير من المشاكل نتمنى الآن تدخل وإعادة الشباب إلى ما كان عليه في السابقة بطل من أبطال كرة القدم السعودية وأحد أركان كرة القدم السعودية جاينا على حديث هذا ونبغى نستفيد فيه أكثر لكن بعد ما نستقبل من الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ أحمد مسعود المتحدث الرسمي بلادي الشباب أستاذ أحمد بسال خير بسال نوع بسي عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى جميع أستاذ المتابعين حياك الله بالعمرية وش السالفة وش اللي صاير أبدا إن شاء الله السالفة خير إن شاء الله اللعب سبق ونعلن أنه زبت يتأخر قدوم وهو والزمير محمد بن يطو حتى تاريخ عشرين وفعلا عادي بن يطو لكن جمال بن عمري بسبب الظروف الصحية لوالدته طلب أن يمدد الإجازة خصوصا الفريق يمر في فترة توقف الجهاز الفني لم يمانع عموما اللاعب يصل اليوم إن شاء الله اللي ينضم إلى بقية جمع في الفريق بيجي اليوم إن شاء الله بإذن الله طيب الشي السبب اللي دعت المدرب سامي الجابر اللي يعطي أمسا اللاعبين إجازة طبيعي الخميس أو طبيعي بعد كل مبارات ودي يكون يوم استرجاعي وبعدها إجازة هذا أمر طبيعي واليوم إن شاء الله الفريق عائد الوضع العام اللاعبين فيه لعيبة يتشكون يقولون من ثمانة شهر ما استلمنا رواتبنا طبعا لا إخفال جميع الشباب يعني هذا الموسم يمر بظروف صعبة لا إجازة جميع لكن الإدارة ومسيرين نادي على قد المساق لتلافي هذه الأزمة بإذن الله كيف ممكن تتلافونها الخطوات اللي تفضلت فيها خطوات اللي أقدمت عليها أو اللي حاطين في بالكم تسوونها أو من خلال المنبر هذا نفتح لك المجال إنه مثلا تقدم ما ترغبون فيه إحنا أفريق الشباب يهمنا أمره مثل بقية الفرق كلها لا شك العودة أولا بترتيب الأمور المالية وهذا ما يقوم به الآن لجالات الشباب بإذن الله سوف يتم تسديد جميع المستحقات العاملين ومثم اللاعبين حتى نتعود الأمور إن شاء الله لطبيعتها يعني في نهاية الموسم بإذن الله أن يكون هناك أي متحقات عن هذه الشباب هذا ما وعدنا به الله كريم طيب لا سمح الله لو ما جاء بالعمري اليوم تكثر تكاهنات طبعا تكاهنات يعني خاصة مع أفريق الشباب دائما يعني حاضرة لكن يعني أتكلم من بعض توصلي مع اللاعب أنه ظروف والدها الصحية هاي اللي أجبرتها التأخذ للتدوم الله يشفيها وإن شاء الله اليوم يكون حاضمة في الرياضة الله يشفي والدتها وإن شاء الله يكون موجود وإن شاء الله يرجع فريق الشباب ويسترد صحته الاقتصادية ومستوياته المعهودة ويكمل كذلك منظومة فرقنا السعودية أشكر أساد أحمد مسعود المتحد الرسمي بينادي الشباب تعليقك أبو والله يا أخي أنا حتى من كلام الرجل ما أحبط الرجل حتى صوته شكل واحد ما أحبط فأني حتى ذكر مثلا يعني أو أكد على المعلومة اللي قلت الشباب مر فترة عصيبة جدا من ناحية الأمور المالية ولكن أنا يمكن الناس تزعل مني لكن أنا أحمل إدارة الشباب والناس تزعلين ترى كثير على فكرة على هاشتاغ قرن على قضية أنه الهداف المهمة ترى في تعلاقات كثيرة لا يخال بس يمكن الوقت فيها يستدركنا على أن نقع دعني أكمل فأنا أقول إدارة الشباب تحمل بشكل كبير جدا ما يحدث في الشباب في الفترة حالية الآن لهذا الموسم الثاني لها كانت أحد الحلول المتاحة لها أنها تستفيد من بعض النجوم اللي باقي راحوا مجانا يعني لما جيت تكلم عن محمد العويس قيمته في السوق قيمة عقدها عشان ما نقول لله صحيح قيمة عقد اللاعب في السوق لا تتقل عن 20 مليون مريد عبد الله نفس الشيء قد لا يقل من 15 إلى 20 مليون عبد الملك الخيبري عبد الملك الخيبري لا نافز عبد الملك الخيبري يعني كثير من اللاعبين اللي ممكن تسوقهم وتستفيد من بالغ وتدير أمورك المالية بشكل احترافي ولكن للأسف إدارة الشباب في الفترة الماضية لم تستطع أن تعمل على هذا الملف بشكل صحيح وافتقدت الاحترافية في هذا الملف كان بإمكانها تتدرك هذه الأمور وسوق عقد اللاعبين محمد العويس ونايف ووليد عبد الله وعبد الملك الخيبري وتحصل على مبالغ تفكها على الأقل من أزمتها المالية الحالية اللي موجودة في الاتحاد الدولي كان بإمكانها مثلاً لو سوق عقد العويس أنها كل مشاكلها في الاتحاد الدولي تنتهي وتجدد مع وليد عبد الله وتجدد مع بعض اللاعبين ولكن للأسف إدارتها لهذا الملف لم تكن من طريقة صحيحة لذلك أنا أقول تتحمل إدارة نادي الشباب في الوقت الحالي كل المشاكل التي حدثت للشباب في خطر الأخير طيب أشكرك دكتور فادي قرين على حضورك معنا في حطة هذا اليوم والله يخليك شكراً لك شكراً لكم وكذلك أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى مشاركتكم كل واحد يسمع على هاشتاق البرنامج على مندرسكور الصحافة الموعد تجدد معكم في حلقة القادمة السلام عليكم اشتركوا في القناة